موسيقى الصدر يرمي الكرة في ملعب القضاء ويطالبه بحل البرلمان خلال أسبوع أنصار نظام البشير يقتحمون ورشة قوى الحرية والتغيير لأعداد وثيقة للدستور الاتفاق النووي أمام مرحلات يكون أو لا يكون وواشنطن تمدد أعفاء يسمح بالتعامل مع مشاريع إيران النووية المدنية أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث مع استمرار الأزمة السياسية في العراق رمى زعيم الطير الصدري مقتدى الصدر الكرة إلى ملعب القضاء مطالبا إياه بحل البرلمان ودعا الصدر القضاء العراقي لتحديد مدة زمنية لحل البرلمان في مدة أقصها أسبوع واحد مؤكدا أن البرلمان تشكله كتل تخضع للمحاصصة التي أصبحت مرفوضة من قبل الشعب كما دعا رئيس الجمهورية أيضا لتحديد موعد انتخابات مبكرة وبشروط قال أنه سيعلن عنها قريبا لمزيد من التفاصيل حول الأزمة السياسية في العراق التي يبدو أنها مستعصية عن الحل حتى الآن تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة هدير الرباعي هدير إليك نعم إذن ضحى هناك تطور يعني قبل ساعة كنا نتحدث عن خلافات بين المالكي والصدر وهي كبيرة لكن الآن يبدو أن تغريدة الصدر وضعت النقاط فوق الحروف إذن هو أحدث تصريح لمقتدى الصدر والذي أكد فيه قبل ساعة أن لا خيار سوى حل البرلمان والانتخابات المبكرة الصدر خلال هذه التغريدة قال إن حل البرلمان لا يحتاج لعقد جلسة برلمانية ليحل البرلمان نفسه بنفسه وإن حل البرلمان غير منحصر بذلك فإن كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد لن ترضخ لمطالب الشعب العراقي بحل البرلمان مطالبا في ذات الوقت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بحل البرلمان خلال أسبوع واحد وطالب المعتصمين أيضا باستمرار اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء وتقديم شكوى إلى القضاء ضد البرلمان بخصوص تجاوز المهل الدستورية الآن وبعد هذا التطور الكرة يبدو أنها رميت في ملعب مجلس القضاء الأعلى وبهذا يبدو أن الصراع بدأ يكبر فعلا بين مقتدى الصدر ونور مالكي خاصة بعد خطاب الأخير أي المالكي الذي رفض فيه مطالب الصدر ما ينظر باستمرار حالة الانسداد السياسي في العراق وهو ما دفع بعض الأطراف للمبادرة بتشكيل فريق تفاوض لحل حالة الأزمة السياسية طبعا المكلف بالتفاوض هو هادي العامري وفق المصادر زعيم تحالف الفتح في الأثناء لا يتوانى نوري المالكي وبعض قيادات التنسيق حتى في هذه الأزمة عن إبداء ملاحظات وأيضا بعض التحفظ إذا أدى العامري رغم درايتهم أي الإطار التنسيقي بعدم إمكانية إقناع الصدر بالجلوس إلى طاولات مفاوضات والأمر أصبح صعب جدا خصوصا وأنه أكد قبل أيام أنه من الأفضل الابتعاد عن ما وصفها بالحوارات الهزيلة أي يقصد الحوارات مع الإطار التنسيقي وفيما كان متوقعا أن تسري هدنة غير معلنة بين طرفي الأزمة إلا أن تغريدة الصدر والآن هي التغريدة الأخيرة رفض مبايعة الفاسد أيضا يضاف لها تغريدة اليوم فهمت بأنها رد على المالكي الذي كان رافض حل البرلمان بحسب دعوة الصدر مصادر خاصة أيضا أفادت أن الإطار التنسيقي يرفض ما يدعو إليه الصدر لأنه بذلك سيظهر أمام جمهوره كأكبر الخاسرين الأمر الآخر أن المالكي يخشى شخصيا من تعرضه للمسائلة القانونية في قضايا الفساد وقضايا أخرى إذا ما نجح الصدر بعزله فعليا وعليه تؤكد المصادر أن المالكي على استعداد لعرقلة كل المساعي الرامية لعقد حوار مباشر مع مقتدى الصدر أو قد يكون حوار تصالحي كما أن الإطاريين يرون في القبول بشروط زعيم التيار الصدري تسليما لسيطرة الصدر على المشهد السياسي وإن تشكيل الحكومة لن يتم إلا بموافقته وهذا يشكل خطر عليهم أيضا بالمقابل فإن الصدر أيضا لا يثق بأي تعهدات للإطار ويصف قادة الإطار بأنهم سرعان ما ينقلبون لهذا فإن الصدر يخشى سحب أتباعه من البرلمان ومن المنطقة الخضراء وبدلا من ذلك يحاول للصدر إقناع طبعا قوة عراقية أخرى شعبية بالانضمام إلى المعتصمين داخل المنطقة الخضراء لا سيما ما يطلق عليهم بثوار تشرين وفي حال انضمت فعلا قطاعات شعبية أخرى إلى التيار الصدري والاعتصام فإن الإطار التنسيقي سيكون بمواجهة الشعب بشكل مباشر ويبدو الأمر يسير بهذا الاتجاه شكرا جزيلا لك هدير شكرا لك إذن مشاهدين سنناقش هذا الموضوع ولكن قبل ذلك سننتقل إلى هذه التصريحات من وزارة هذا المؤتمر من وزارة العدل الأمريكية تعلن فيها مسؤولية أو التتهم إيراني بالحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون رئيس مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق أنا مات بولتون مساعدة المدعي العام لوزارة العدل في دائرة الأمن القومي اليوم دائرة العدل وصل وكشفت محاولات محاولة فرد من أفراد الحرس الثوري الإيراني لإغتيال مستشار الأمن القومي السابق الأمريكي وهذه العملية كانت ردا على قتل قاسم سليماني وهذا تهديد متواصل من النظام الإيراني للقيام بأعمال عدوانية حتى على أرض أمريكا وبالتالي هذا يحمل الحكومة الإيرانية للقيام بمثل هذه الأعمال بما فيها انتهاك للقوانين الدولية وسيادتنا وهذا أمر بدأ في أكتوبر 21 وبالنيابة عن كتاب القدس قام هذا الشخص بمحاولة اغتيال جون بولتون هذا ليس بتهديد بل هذه المرة لم تكن الأولى في كشف مثل هذه المحاولات على أرض أمريكا ونحن نحاول دائما أن نكشف كل هذه المحاولات ووزارة العدل لها الحق في حماية المواطنين ولن نتسامح من مثل هذا التصرف من طهران ولا من أي نظام آخر هذه الأعمال هي تذكار لنا لأننا دائما سنعمل على محاسبة كل من يهددون قوانيننا أنا لررسنا من مكتب الأمن القومي دورنا هو حماية الشعب الأمريكي بوقف أعمال الإرهاب وبالتالي فإننا كان هناك محاولة اغتيال مستشار الأمن القومي هنا على الأرض الأمريكية وبفضل العمل الدؤوب تمكننا من وقف هذه العملية وإيران تاريخ في محاولات الاغتيال ولكن الحكومة الأمريكية لها تاريخ طويل أيضا في حماية هؤلاء ومن كل ما يهدد أمنا مواطنين هذا عمل رائع لدائرة العدل والأمن والأف بي آي تقوم به يوميا داما تقوم بكشف هذه الأعمال الإرهابية فما من شك بأن الأف بي آي والحكومة الأمريكية وشركائنا يبقون حضرين ضد عمليات الإرهاب هنا على أرض الوطن إذن مشاهدين نقلنا لكم هذا المؤتمر الصحفي من وزارة العدل تتحدث عن اتهام إيراني بالحرس الثوري بمحاولة اغتيال المستشار السابق للأمن القومي جون بولتن وتقول لم تكن المرة الأولى للكشف عن هذه المحاولات بالفعل كان هناك أيضا كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن محاولة في مارس من نفس العام ومخطط لاغتيال جون بولتن تقول أيضا وزارة العدل في هذه التصريحات التي استمعنا إليها أننا لن نتسامح مع هذا التصرف من إيران هذه الأعمال نتذكر بها دائما بأننا سنحاسب كل من يهدد أمننا القومي إذن تبعنا أبرز التصريحات التي جاءت في هذا المؤتمر الصحفي من وزارة العدل الأمريكية نعود من جديد مشاهدين إلى الملف العراقي وكنا تحدثنا عن التحديدات والتصريحات الجديدة لزعيم الطيار الصدري مقتد الصدر سينضم إلينا حول هذه التصريحات من بغداد مخلط حزم البحث في الشؤون السياسية أهلا بك معنا على شاشة الحدث أستاذ مخلط ونناقش معك هذه التصريحات الجديدة من قبل زعيم الطيار الصدري مقتد الصدر وإلى أي مدى رمى بالكرة في ملعب القضاء وما الذي نتوقعه من ردة فعل من القضاء الآن بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيدتي وتحية لمشاهدين قناة الحدث حقيقة بعد خطاب السيد المالكي في العاشر من محرم قد أنهى جميع الإمكانيات التي ممكن أن يجلسوا فيها على طاولة حوار ومنها مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء مبادرة سيد نجربان برزاني نحن نرى أن السيد مقتد الصدر ذهب إلى مشروع التغيير وفق مراحل وكل مرحلة يمر بها يستنفذ كل الإمكانات التي ممكن أن يجد فيها حلا من أجل الفتنة داخل الشعب العراقي وأن يعملوا ضمن الخطط الدستورية آخر هذه المراحل هي مرحلة الجلوس على طاولة حوار ضمن أجندة وإمكانية للتغيير وخصوصا هناك مبادرة طرحت من السيد الكاظمي والسيد نجربان البرزاني لكن خطاب السيد المالكي أنهى جميع هذه الإمكانية على اعتبار أن المالكي هو جزء مهم ضمن الإطار التنسيقي وبالتالي إذ ما جلس سيد مقتد الصدر مع من سيجلس هل مع الإطار الذي يمثله المالكي الذي صرح بهذه التصريحات أم مع جزء من الإطار بالتالي اليوم مقتد الصدر قد طواه هذه الصفحة وذهب إلى مرحلة أخرى في مراحل ممكن أن تكون قانونية ودستورية وهو رمى الكرة في ملعب القضاء العراقي على اعتبار أن مشروع التغيير في العراق يعني يعتمد وفق أطر ممكن أن تكون إمكانية متاحة للقضاء بحل البرلمان لأن هناك اختراق وخروقات دستورية حدثت منذ نهاية الانتخابات ولحد هذه اللحظة صحيح ولكن أيضا كان هناك دعوات مستمر من الكاظمي مع حفظ الألقاب للحوار هل تجد دعوات الحوار طريقا إلى أرض الواقعة في ظل انعدام الثقة بين التيارات المختلفة أبرز هما أبرز هذه طائرات الطيار الصدري وأيضا التيار المحسوب على نور المالكي نحن لا نقرأ أن هناك إمكانية للحوار بعد تغريدة السيد مقتصدر اليوم لأن ما كان يدعو به سيد مقتصدر هو أن يحل البرلمان نفسه وبالتالي هناك حوار من أجل الذهاب بهذا الاتجاه هذا الاتجاه قد طوية بالتالي نحن ذهبنا اليوم إلى القضاء السيد مقتصدر ناشد أتباعه والعراقيين بأن يذهبوا لتغديم طلبات إلى المحكمة أو المجلس القضاء من أجل كل هذه المخالفات الدستورية وهو يعلم أن هناك منفذ قانوني ممكن أن يذهب به المجلس القضاء الأعلى لحل البرلمان إذ ما وجد ضرورة في ذلك لأن اليوم ونحن نعلم أن الاقتراقات الدستورية قد حدثت بشكل كبير وخصوصا في المدد الدستورية فبالتالي في جميع الثورات في العالم عندما تخرج إلى الشارع تخرج انتقاما من فئة سياسية خرقت دستور وبالتالي انتهكت حقوق وواجبات المواطن هنا من هذه الفقرة ممكن أن يذهب مجلس القضاء على اعتبار أن هناك ظرفا قاهرا قد يحل بالبلد وبالتالي يجب أن يتدخل مجلس القضاء وأن يجد الصيغة القانونية التي ممكن من خلالها حل البرلمان أي نوع من التدخل يمكن أن يقوم به مجلس القضاء بعد أن ألقى صدر الكرة في ملعب القضاء وفي نفس الوقت هو يلوح بالتصعيد على مستوى الشارع ما الذي نتوقعه؟ نعم إيجاد سند قانوني وسند دستوري ممكن من خلالها الذهاب باتجاه يعني إصدار قرار من المجلس القضاء الأعلى بحل البرلمان وبالتالي تكليف رئيس الجمهورية بباقي الإجراءات وأنا أرى إضافة إلى ذلك السيد مقتدى صدر أشار إلى أن هناك شروطا قد يطلقها لاحقا تلي هذه التغريدة ومنها ما هي الآليات الصلاحيات التي يمكن أن تعطى إلى رئاسة الوزراء لإدامة هذه الفترة لحين تحديد موعد للانتخابات القادمة البعض يقول بأنه لا القانون ولا الدستور هو الذي سيحكم توجهات الفترة المقبلة ولكن التفهمات بين القوى المتصارعة هل هذا دقيقة؟ يعني أنا أرى أنه في حالة أن مرحلة التي ذهب إليها سيد مقتدى صدر إلى مجلس القضاء ولم يجدوا حلولا لهذه المرحلة أنا أرى أن هناك سيكون تصعيدا قويا في الشارع لا يقتصر فقط على قبة البرلمان وإنما سيذهب باتجاهات أوسع ممكن أن تكون باتجاه مجلس القضاء وبتجاه رئاسة الجمهورية وبالتالي هناك سوف تتغير الموازين والمعالم السياسية جميعا حتى لو كان يعني حتى لو القضاء أدل بكلمته ووضع خطوات للمرحلة المقبلة في ظل الاحتقان الحالي في العراق هل يمكن للقضاء أن يكون فاعلا ويخرج العراق من هذا الانسداد السياسي والأزمة السياسية قبل أن تستفحل وتذهب إلى مواجهات مسلحة يعني نحن نرى أن السلطة الوحيدة التي باقية لحد هذه اللحظة ضمن الأطر الدستورية والشرعية هي السلطة القضائية لأن البرلمان بانسحاب السيد مقتصدر منه قد أخل التوازن فيه ولا نعتقد أن هناك شرعية حقيقية لوجود البرلمان اليوم المجلس القضاء لعلى هي السلطة الوحيدة التي تستطيع أن تكون الفيصل في جميع هذه القضايا وبالتالي عندما نادى سيد مقتصدر صدر هي منادات شعبه منادات طبقات منادات أناس اليوم يقفون في قبة مجلس النواب من أجل التغيير ومن أجل أن تكون لدينا مشروع دولة حقيقي يختلف عن سابقاتها بالتالي الدعاوة التي ستقدم إلى مجلس القضاء أكيد سينظر فيها مجلس القضاء وبالتالي إيجاد سند أو منفذ قانوني ممكن من خلالها أن يحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مباشرة شكرا جزيلا لك أستاذ مخلط حازم الباحث في أشؤون السياسية كنت معنا من بغداد هذه نشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل بعد عودتي من درف ورحميتي يؤكد أن نشر القوات المشتركة ساعد في عودة الهدوء للإقليم كيف تصف لنا المشهد الآن من ناحية تجمع المتظاهرين وأيضا الانتشارات الأمنية المتفرقة الذي يحدث في الخرطوم هو نتائج لتراكم من صراعات طويلة الحوار المرتقب على ماذا سيرتكز؟ هناك من يحرك هذه الأوامر ونصدر هذه الأوامر تم استخدام الرصاص في مواجهة المتظاهرين نحن لسنا ضد العسكر نحن ضد فكرة أن يحكم العسكر هذا البلد لم يكن هناك أي عنف من جانب المتظاهرين حوار هو السبيل الوحيد هل يمكن أن يوجد أي مبرر لإطلاق الرصاص وسقوط ضحايا؟ الشارع إلى أي حد هو محصن من الاختراق لإثارة البلبلة 96 شهيدة حتى الآن بعد قليل من المتوقعات تنطلق هذه التظاهرات ما الذي حدث لكي تجر البلاد إلى كارثة غدائية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم بعد عودتي للخرطوم من أقليم درفور قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو أن نشر القوات المشتركة في مناطق النزاع ساعد في عودة الهدوء لأقليم درفور مشيرا إلى أن هناك قوات إضافية سيتم نشرها لاحقا في جميع مناطق الأقليمة وبرضو نشر القوات ساعد كثير جدا الحمد لله تم نشر القوات في كل المناطق وخاصة مناطق النزاع الآن القوات ممتشرة في كل حطة القوات الحمد لله الآن قوات جاهزة وقوات مشتركة لكن جاهزة يعني ما في اجتمع وامشي دمافي الآن الآن القوات جاهزة أي حدث قبل ميجا القوات بتكون على رأسه إن شاء الله يعني دي الحمد لله الآن الناس جاهزين فيها والقوات منتشرة الآن ولسه الآن حننشر قوة أكبر بإذن الله في المناطق كلها عشان نتطمئن وترجع لوطعها الطبيعي إن شاء الله اقتحمت مجموعة من المحامين المنوئين للجنة تسيرية لنقابة المحامين السودانيين اقتحموا الجلسة الختمية لورشة الإطار الدستوري للنقابة قبل بدئها قال شهود عيان للحدث إن مجموعة من المحسوبين على نظام المخلوع عمر البشير اقتحموا واعتدوا على الحاضرين في ورشة الإطار الدستوري للفترة الانتقالية من جانبه قال القيادي في الحرية والتغيير خالد عمر يوسف إن مهاجمة أنصار النظام السابق ورشة الإطار الدستوري الانتقالي هو دليل ضعف وإفلاس وقلة حيلة حسب تعبيره أكد يوسف أن أعمال الورشة ستستمر ولن تثنيها الأعمال التخريبية التي وصفها بالبلطجة فالكر برها فياشكر برّة برّة فاكر برّة فاكر برّة برّة يا حفل برّة فاكر برّة فاكر برّة برّة فاكر برّة أيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هي طريق صحيح لاستكمال الفترة الانتقالية هم أولا يريدوا تخريب الفترة الانتقالية لا تستمر هذه المسألة الشيء الأهم من ذلك هم يريدوا أن يرسلوا رسالة عبر كراهية فولكر للمجتمع الدولي لأننا نستطيع أن نتسبب في زعزعة الأوضاع في السودان ونمنع الاستقرار في السودان هذه الرسالة للمجتمع الدولي حتى ينضموا للمسار السياسي بعد سقوطهم في 11 أبريل 2019 هذه الرسالة التي يحاولوا رسلها للمجتمع الدولي ويقول للشارع السوداني أننا يمكن أن نستخدم العنف ضد أي شخص ولكن حتى الآن لم تخرج الصيغة النهائية لهذه الوثيقة الدستورية أو حتى ملامح الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها في هذه الورشة وبالتالي هذا الهجوم وهذا الاشتباك في وقت لم تتضح فيه الصورة ما الذي يعنيه؟ هذه عملية تخريبية هي المسألة لا تتعلق بالنتائج وليست لا تتعلق بما ستخرج به الورشة إنما هذه عملية تخريبية للحدث ولفت انتباه للمجتمع الدولي بأننا هنا ونحن يمكن أن نستخدم العنف وأننا لن نسمح باستقرار المجتمع الدولي يخاطب الآن في شخص فولكر وهو لا يريدون فولكر ولا يستهدفون فولكر وإنما يستهدف لفت أنظار المجتمع الدولي لأن السودان كانت فيه بعسات تحت البند السابع أيام حكم الإسلاميين أنفسهم أيام حكم هؤلاء الذين يتظاهروا الآن وهذه الرسالة هم يريدوا أن يخوفوا الشارع السوداني والمؤتمر الوطني منذ أن سقط والإسلاميين منذ أن سقوطهم يحاولوا أن يوضحوا لشعب السوداني أننا لدينا كتائب ظل ويمكننا أن نخرب المشهد يمكننا أن نخرب الحياة السياسية بالعنف ورغم أن هذا العنف سيطالم قطعا في هذه الأحوال إذا استخدموا العنف ضد الناس باستمرار سيعكس عليهم العنف ربما هذا العنف سيؤثر على السودان كله ولكن أول المتأثرين بهذا العنف هم الإسلاميين أنفسهم سيكونوا أول ضحايا العنف بأنفسهم بتخريب المسار الديمقراطي بهذه الطريقة السافرة أستاذ شوقي لنتحدث عن الورشة نفسها أن تحظى ورشة الإطار الدستوري بكل هذه المشاركة الواسعة ما الذي يعني ذلك والمشاركة الواسعة للحضور هل يعني بأنه سيكون هناك إجماع على ما سيخرج من هذه الورشة أو اتفاق أولا نعم أولا هذه الورشة هي للتشاور حول الإعلان الدستوري أو الوثيقة الدستورية وهي هذه الورشة تمثل تصحيح لما حدث في الفترة الانتقالية في شأن الوثيقة الدستورية التي حكمت الفترة الانتقالية الآن هناك محاولة لأن يتشارك فيها الناس أن يجمع عليها أكبر عدد من الناس أن يشاركوا في وضع هذه النقاط الدستورية أن تكون معلومة للشارع السوداني لشعب السوداني لكل خطاعات الشعب من بينهم الصحفيين والمحامين وغيرهم أن يتشاوروا في هذه الورشة وتخرج عن طريق مشاورات ووفاق لذلك هي من المؤمل جدا وبهذه الطريقة هذه طريقة صحيحة يمكن أن يجمع عليها الناس يمكن أن تصبح مكان إجماع معدد كبير من القوى السياسية الفاعلة ومن الفاعلين في المشهد السياسي فلذلك هي خطوة صحيحة وهذا ما أثار حفظة النظام البائد أن هذه الوثيقة ستخرج بإجماع الناس جميعا قطعا لن يتفق عليها الناس 100% ولكن ستحظى بإجماع كبير لمشاركة الناس في مداولاتها ثم ستطرح للناس هذه التوصيات ستطرح حتى بعد أن تساق في وثيقة دستورية للجان المقاومة والقوى السياسية والشارع السياسي ولقطاعاته جميعا حبر الإعلام ستطرح هذه التوصيات وستطرح الصياغ النهائية لهذه الوثيقة ثم يتم أيضا التداول حولها أو سحب بنود أو إضافة بنود من الجميع حتى تصبح لكافة الناس يتفق عليها ويروها قبل التوقيع عليها من أي طرف من الأطراف فهذا ما يصير أيضا حفيظة النظام البائد وهؤلاء المحامين الذين قاموا بهذه الجمهرة ورشق الناس بالحجارة شكرا جزيلا لك الكاتبة الصحفي شوقي عبد الحظيم كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا لك هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل القضاء الأمريكية تايمو إيرانية من الحرس الثوري بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمني القومي السابق شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اهلا بكم اتهم القضاء الامريكي ايرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون مستشار الامن القومي السابق قالت وزارة العدل الامريكية ان شهرام بورصافي البالا 45 عاما والمعروف ايضا باسم مهدي رضائي عرض دفع 300 الف دولار لاشخاص الولايات المتحدة لقتل بولتون السفير الامريكي السابق لدى الامم المتحدة وقالت الوزارة ان التقطيط للعملية كان انتقاما على الارجح لاستهداف الولايات المتحدة القيادة في الحرس الثوري قاسم سليماني في يناير 2020 قال متحدث باسم الخارجية الامريكية ان واشنطن مددت اعفاء يسمح بتعاون ومشاركة دول وشركات مع ايران في بعض مشاريعها النووية المدنية بحسب موقع المانيتر ويسمح هذا الاعفاء الذي كان من المفترض ان ينتهي هذا الشهر يسمح للشركات الاجنبية بتنفيذ بعض الانشطة المتعلقة بعدم الانتشار النووي على مواقع ايرانية دون انتهاك العقوبات الامريكية كما اشار الموقع الا ان الخارجية الامريكية اكدت ان تمديد هذه الاستثناءات ليس علامة على التفاهم حول العودة الكاملة الى الاتفاق النووي من واشنطن ينضم الينا مرسل الحدث بير غانم بير اهلا بك معنا اذا تفاصيل اكثر حول تمديد الولايات المتحدة الامريكية مدة الاعفاء والتي تسمح بتعاون ومشاركة دول وشركات مع ايران في بعض مشاريعها النووية المدنية الى اي مدى له علاقة باي مفاوضة تجاريع حول الملف النووي او انه تمديد تلقائي اعترفت الولايات المتحدة الامريكية على مر السنوات ان هناك مشروعات مدنية نووية في ايران وهي تحت المراقبة وهي تسمح للدول بما فيه روسيا بما فيه الصين او الشركات الخاصة بمتابعة التعاون مع ايران حول هذه المشاريع المدنية ربما تكون هذه التمديدات التي اصدرتها الحكومة الامريكية والسماح للدول والشركات بمتابعة العمل في المؤسسات المدنية النووية الايرانية اشارت حسن نية من قبل الامريكيين خلال هذه الفترة من انهم يفرقون تماما بين العمل السلمي للمشروع النووي الايراني والمشروع الحربي الاخر المشروع الحربي لا تبدي فيه الولايات المتحدة الامريكية اي تسامح وهي تريد الوصول الى نتائج ووقف هذا البرنامج الحربي في اول وقت على رغب بانها ليست المرة الاولى التي تنفي فيها الولايات المتحدة الامريكية بانه هذا ليس له علاقة باي شيء يتعلق لا بالمفاوضات ولا بانه حتى تبادر باشارة حسنية لكن البعض ايضا بيار يقول بانه مجرد التمديد في كل مرة هو اشارة حسنية هل هذا ما يقال في الولايات المتحدة الامريكية او لماذا تجد الولايات المتحدة الامريكية نفسها مضطرة ان تبرر في كل مرة الولايات المتحدة الامريكية تريد ان توصل رسالة وهي التفريق بين المشروعين المشروع المدري والمشروع الحربي بالنسبة لها عندما تكون هناك اي امكانية لاثبات حسن النية فهي تفعل ذلك اكان في الموضوع النووي او كان في الموضوع الانساني وهذا ينطبق على الموضوع الطبي والغذائي وبالتالي هي تقوم بذلك تريد الولايات المتحدة الامريكية خصوصا في ظل الرئيس بايدن ان تقول انها ليست على عداوة مع ايران وهي تريد ان تصل الى خضطيم ايجابية بشأن المشروع النووي الايراني ونعني هنا المشروع الحربي وبالتالي حسن النوايا دائما موجود والتهديد ايضا موجود طيب في كل مرة يتم فيها تمديد الاعفاء لشركات اجنبية او دول للتعاون مع ايران في مشاريعها النووية المدنية هل تختلف هذه الدول في كل مرة يمدد فيها الاعفاء او الشركات ام انها هي في نفس القائمة كل مرة؟ ما نعرفه هو ان روسيا هي التي تقوم بالعمل على مفاعل بوشهر وهناك بعض الشركات الاخرى الصينية التي تعمل ايضا في بعض المشاريع النووية المدنية وهي معروفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعروفة ايضا للعالم وبالتالي ليست هناك شركات جديدة بحسب ما اعرف اوروبية او امريكية منخلطة في هذه المشاريع وهي ابتعدت عنها منذ سنوات طويلة اتطرق معك لاخر المسجدات المتعلقة بتصريحات وزارة العادل فيما يخص اتهام ايراني بمحاولة اغتيال مستشار الامن القومي سابقا جون بولتن وتفاصيل هذا الخبر هناك امران مهمان يجب الاشارة اليهما اولا انهم يتهمون هذا الرجل وهو عضو على الارجح في الحرس الثوري الايراني بانه منخرج في المباشرة باغتيال جون بولتن وليس فقط التخطيط بمعنى التحدث عنه خلال وقت ما فما حدث هو ان هذا الرجل حاول الاتصال بشخص على اراضي الولايات المتحدة الامريكية وطلب منه ان بالفعل ان يقوم بمحاولة اغتيال واغتيال جون بولتن المستشار السابق للامن القومي الامريكي ويبدو ان كل ذلك مرتبط بعملية انتقام لقتل قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الايران ما حدث ايضا وهو اثباتات اكثر هو ان هذا الرجل الموجود في ايران دفع اموالا لشخص موجود على اراضي الولايات المتحدة الامريكية ليثبت انه سوف يدفع له اموالا عوضا عن هذه العملية عملية الاغتيال وضعت الولايات المتحدة الامريكية اثبتات تشير الى انه ارسل له العنوان الصحيح والصور الصحيحة لمكان جون بولتن وعطاه ايضا معلومات عن تحرك جون بولتن من مكان الى مكان اخر في ولاية مارليند الامريكية كل هذه الاشياء جمعتها الولايات المتحدة الامريكية لتثبت على ان هذا الرجل كان بالفعل يريد ان تقوم عملية الاغتيال وليس فقط التحدث عن عملية اغتيال وقبل قليل بالاضافة الى القرار الاتهامي ما فعلته وزارة العدل الامريكية هي انها نشرت صور لهذا الرجل وهو موجود باكثر من صورة بحسب ما نرى في هذه الصور واحدة له وهو يلبس لباس عسكري وصور اخرى له موجودة في لباس مدني وهي ايضا مرتبطة بصورة وهي في الاخير وهو يجلس وورائه صورة لقاسم سليماني نعم شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وتفاصيل مرسل الحدث بير غانم كنت معنا من واشنطن مرحلة حاسمة وصلتها مفاوضات احياء الاتفاق النووي بنعم او لا اعلن المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي بيترستانو ان الاتحاد ينتظر ردا بسرعة كبيرة من طهران وواشنطن على النص النهائي لمسودة احياء الاتفاق النووي الذي قدمه الاتحاد لطهران في المفاوضات الاخيرة في فيينا قال المتحدث انه لم يعد هناك اي مجال للمفاوضات هذا وافدت صحيفة تاكيهان الايرانية ان المفاوضات في فيينا لم تصل الى نتيجة تضمن مصالح طهران خاصة الاقتصادية منها صحيفة تاكيهان الايرانية اضفت ان المفاوضات لم تحسم المحاور الاربع الرئيسية والمتعلقة بالضمانات ورفع العقوبات وضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها والتنفيذ المرحلي للاتفاق من واشنطن ينضم الينا مايكل بريجينت كبير المحللين في معه داتسون اهلنا بك معنا على شاشة الحدث اذا هل ما الذي نتوقعه اولا من رد الولايات المتحدة الامريكية على هذه الوثيقة الاخيرة من الاتحاد الاوروبي وما الذي تتوقعه ايضا واشنطن من جانب ايران شكرا على الاستطافة بداية تهران تتوقع من واشنطن ان تتخلى عن فكرة الحرب ولكن هذا المقترح لعادة مئة مليار دولار لايران هذا المقترح من اوروبا باستعادة الاتفاق النووي وعدم استخدام المفاعلات المتقدمة لكنني لا ارى ان ايران يمكن ان توقع هذه الوثيقة انا قلق ان الولايات المتحدة كي تحاول ان تتخلى عن المزيد او تقدم المزيد من التنازلات لكن لا اعتقد انه سيتم ذلك هل بالفعل قدمت الولايات المتحدة الامريكية مزيد من التنازلات وما هي الملفات او النقاط التي يمكن ان تبقى عالقة يعني كان هناك ملفات معروفة فيما يتعلق برغبة ايران برفع العقوبات بازالة الحرس الثوري من قائمات الارهاب ايضا نقطة التفتيش وتخصيب اليوراني وما وصلت الي في المرحلة السابقة ما الذي يمكن ان نقول بانه سيقف عائقا امام اتمام والموافقة على هذه الوثيقة التي وصلت الى مرحلة لا او نعم هناك كثير من الامور يمكن لتهران ان تطلبها من الولايات المتحدة وهي ضمانات بان لا يتم مضيز مزيد من العقوبات في المستقبل على تهران وضمانات بان كل العقوبات سيتم رفعها وانه لا رئيس مقبل للولايات المتحدة يمكن ان ينسحب من الاتفاق النووي وفوق ذلك كله يريدون للولايات المتحدة ان ترفع اسم الحرس الثوري من قائمة الارهاب كل هذه الامور تهد تنازلات لا يمكن لادارة بايدن ان تضمنها لان الوسيلة الوحيدة للحصول على ضمانات هو التوصل الى معاهدة ومجلس الشيوخ الامريكي لن يصوت من اجل تحقيق ذلك ولن تتحول اتفاقية الى معاهدة بل هي اتفاقية مؤقتة ان تمكننا حتى من الوصول اليها لكن كل النقاط التي اشرت اليها هي كانت محل مناقشة في هذه المفاوضات هل يعني ذلك بانه لم يتم الوصول الى نتائج فيما يتعلق بهذه النقاط وان هذه الوثيقة التي يقول الاتحاد الاوروبي بانها النص النهائي هي ليست نصا نهائيا الاتفاقية النووية هي بالفعل اتفاقية انتهت صلاحيتها وموعدها انتهى وبالتالي ايران الآن ترفض كل شيء كل ما سمعناه من تهران ايران هو لغة منمقة لكنهم يرفضون لانهم يريدون من ادارة بايدن ان تتنازل اكثر وادارة بايدن تخلت عن كل الثقل الذي وضعه ترامب لكن ايران تواصل الطلب المزيد لانهم يرون انهم يحصلون على ما يريدون امامهم عامين وادارة بايدن في هذه المرحلة ليست لها شعبية ولا يمكنهم تقديم المزيد لطهران لذلك لا اعتقد اننا سنرى اتفاق نووي مع ايران ولا معاهدة كما كانت سابقا في هذه المرحلة ما الذي نتوقعه من رد ايراني في المرحلة المقبلة خاصة بعد تصريحات ايران التي قالت فيها لسنا في مرحلة تتيح الحديث عن اتفاق نهائي لاحياء الاتفاق النووي ولا في مرحلة لاتمام صفقة ما الذي يعنيه ذلك هي مزيد من الاستفزاز وستزيد من عملياتها في مضيق هرمز ونشاطاتها في الصواريخ وتواصل تقسيب اليورانيوم والمفاعلات المتقدمة كل ذلك في محاولة للضغط وابتزاز الولايات المتحدة واوروبا لتقديم المزيد من التنازلات لكن تهران عليها أن تعلم أن هناك خيار عسكري مطروح على الطاولة إسرائيل لديها هذا الخيار والولايات المتحدة تحت إدارة بايدن مترددة في أن تعلن أن هذا الخيار مطروح إلا أنه في نهاية الأمر إسرائيل والولايات المتحدة والروسيا والصين والحلفاء الأوروبيين لا يريدون أن يروا إيران بسلاح نووي أعتقد أن ما نراه الآن هو محاولة للتوصل إلى اتفاق لرفع عقوبات ولسماح للأوروبيين والروس والصينيين للدخول إلى إيران وهذا خطأ كبير فهم سيواصلون دعم الإرهاب وسيحصلون على أي مال لدفعه في الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي والشعب الإيراني لن يستفيد من هذا المال لم يستفيدوا أبداً من اتفاق 2015 وفي الواقع الآن النظام في أضعف حالاته وليس الوقت مناسب لإعطائهم هذا الأمل لضخ المزيد من إمكانية الحياة لهذا النظام شكراً جزيلاً لك مايكل بريجين كبير المحللين في معهد هاتسون كنت معنا من واشنطن قبل أيام من ذكرى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان اعتدت عناصر مسلحة يعتقد أن تابعة لحركة طالبان على تقم الحدثة ومفدتنا إلى هناك والتي كانت ترصد الأوضاع من مركز توزيع مساعدات إنسانية في البلد الذي يعاني سكانه على أكثر من صعيد إذ أصبح حوالي 80% فقراء بعض الأفغان لا يملكون قطة يومهم ولكن مستعدون لبيع ما يملكون من أجل تعليم أبنائهم وبالتالي حتى الآن لم يعاد إلى فتح المدارس التقينا بعض الفتيات من اللواتي يعني من اللواتي يقومون بضرب المصور خلي الكاميرا خلي الكاميرا خلي الكاميرا عليهم لأنه البعض خلي الكاميرا البعض يقول بأنه يمكن أن نصور وشخص آخر يقوم بضرب المصور نحن مضطرون تهاني لإخلاء المكان يعني منهم منهم واحد يقول لنا بأنه يمكن أن نصور والآخر بدأ بضرب المصور بالصوت الذي بيده طيب تهاني نحن مضطرون لقطع الإرسال نعم تهاني نعم 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 نحن طررنا إلى الصعود نعم نعم نحن في السيارة ومضطرون لمغادرة المكان تهاني الملفت بأن موظفي المنظمة الغذاء سمحوا لنا بعد الحديث معهم سمحوا لنا بالتصوير وقالوا ولكن شريطة يظهر اللوجو المنظمة وعلى هذا الأساس تابعنا التصوير ولكن من ثم كما ذكرت لك أتى عناصر يرتدون الزيء المدني ولكن يحملون الأسلحة وآخر يحمل الصوت وبدأوا بضرب تهاني تهاني دخلوا إلينا إلى السيارة وهم يحملون السيارة عهد طالبان الجديد لم يكن منصفا إلى حد كبير مع وضع المرأة الأفغانية مناقضة تعهدها المبكر بحكم أكثر ليونة مقارنة بفترة توليها الأولى فمنذ وصولها إلى السلطة في منتصف أغسطس العام الماضي قلصت طالبان تدريجيا من حريات وحقوق المرأة وفرضت أشكال عدة من التمييز بين الجنسين كما حرمت العديد من الطالبات من التعليم سنوات من التقدم الضئيل في مجال حقوق المرأة ذهبت أدراج الرياح القلق والخوف من المستقبل المجهول هما ما تعكسه نظرات هؤلاء النساء الأفغانيات فخلال عام واحد أدركت المرأة الأفغانية أن لا مكان لها تحت حكم طالبان فترة حكم طالبان قبل أكثر من عشرين عاما عرفت بأعمالها القاسية ضد النساء وبعد رحيل الحركة عام 2001 بدأت المرأة الأفغانية تظهر تدريجيا في مجتمعها وتحصل على بعض الحقوق لكن اليوم وبعد عودة طالبان مجددا إلى السلطة حالة من الإحباط تشعر بها المرأة الأفغانية ترجمتها قرارات طالبان ضدها مجموعة من المراسيم أصدرتها طالبان ضد المرأة الأفغانية مناقضة بذلك تعهدها المبكر بحكم أكثر ليونة مقارنة بفترة توليها الأولى النساء في عهد طالبان الجديد استبعدنا إلى حد كبير من الولاء في العامة كما تستمر حركة طالبان في إغلاق باب التعليم في وجه الأغلبية العظمى من طالبات المدارس الثانوية رغم الإدانة الدولية الواسعة المرأة في أفغانستان قيدت حركتها في السفر مع عدم السماح لهن بالتنقل واستخدام المواصلات إلا برفقة قريب من الزكور ويواجه الأقارب من الزكور غرامات أو السجن إن لم تلتزم النساء بذلك طالبان أمرت النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة مع توصية بارتداء البرقع الذي سبق وفرضته خلال فترة حكمها الأولى وفي المناطق الريفية وضع المرأة أكثر قسوة مع سيطرة الأفكار التقليدية حيث ذكرت تقارير دولية أن بعض المريضات لا يحصن على الرعاية الطبية لعدم توفر عدد من الطبيبات السيدات كما كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية أن معدلات زواج القاصرات والزواج القصري في ازدياد كبير في ظل حكم حركة الطالبان وأن العوامل الرئيسية المتسببة بتلك الزيادة تشمل الأزمة الاقتصادية والإنسانية وعدم توفر الفرص التعليمية والمهنية للنساء والفتيات ملوك الشيخ الحدث في لبنان بدأت اللجنة الأممية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا بتوزيع مساعدات إنسانية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف تقديم الدعم الإنساني لـ 300 ألف محتاج وتحرص الأسكوا على توزيع تلك المساعدات على مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات الأسرية المحتاجة كخطوة ضمن مساري شراكات أخرى ومشاريع متعددة تعتزم السعودية والإسكوا تنفيذها في ختم النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها الصدر يرمي الكرة في ملعب القضاء ويطالبه بحل البرلمان خلال أسبوع ملوحا بتصعيد أكبر حال خزلان المعتصمين أنصار نظام البشير يقتحمون ورشد قوى الحرية والتغيير لإعداد وثيقة للدستور الاتفاق النووي أمام مرحلة يكون ولا يكون وواشنطن تمدد إعفاء يسمح بالتعامل مع مشاريع إيران النووية المدنية ختم هذه النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة